فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان نعم لا بأس أن يصلي وأمامه مصحف معلق بالجدار أو بالعمود أو سيف معلق لأن هذا ما عرف أنه يعبد فليس فيه تشبه ما كان المشركون يعبدون المصاحف أو الكتب ولا كانوا يعبدون السيوف فليس في استقبال هذه الأشياء تشبه بهم قال رحمه الله باعتباره تثبت الكراهة وباعتبار إذا كان يعبد لو كان السيف يعبد تثبت الكراهة منع للتشبه بهم وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو تبرك بالسيف لكن منع التشبه بهم